جماهير النادي الاهلي دائماً السند وهي دائماً الدعم ناس كتير بتحق إنجازات ونجاحات عبر تاريخ النادي الاهلي ولكن دائماً سند جماهير النادي الاهلي بيصل بيهم أنهم يتفوقوا على آخرين وبينها بنتكلم عن الجماهير عندنا بيتسو موسيماني وسنة أولى كان ذكرى توقيع وعقد مع النادي الاهلي 1 أكتوبر كان بالأمس وهنا عاملين في البرنامج هاشتاج 365 يوم موسيماني شاركونا على هاشتاج وإيه أفضل مباراة من وجهة نظركم قادها بيتسو موسيماني خلال هذه السنة ما هي أفضل مباراة الموسيماني في أول سنة مع الاهلي شاركونا على الهاشتاج طبعاً كل سنة وبيتسو موسيماني طيب وطبعاً في حالة كده بيتسو موسيماني مع جماهير النادي الاهلي وتحديداً المصطلح اللي دائماً بيستخدمه عائلة النادي الاهلي أهلة النادي الأهلي وأعتقد الهاشتاج بيلقى تفاعل من الناس تفاوت في عراءهم فيما يخص المباريات بس ما تخلينا سألك كده أنت شايف إيه أفضل مباراة لمسيماني أنت حبيبك أو أنت شفت أن هي دي الماستر بيز بتاعت مسيماني طبعا 27 نوفمبر 2020 لأسباب متعلقة أن ريني فيلر كان قائد النادي الأهلي في مباراة السوبر اللي كانت في الإمارات كان النادي الأهلي بلعب الأداء الأفضل الاستحواز الأفضل الإمتاع الأعلى وفي النهاية خسرنا السوبر برقلات الترجيح ثم رحنا بدوافع أن أنت بتأدي مباراة أمام نادي الزمالك في الدور الثاني مباراة أنت فارق جدا في الدوري تقريبا شبه حاسم الدوري غايب عنك إصابات وبرضو في نفس القصة قدت أنت الأبرهند في المباراة ولكن المرتدات لأت خسران المباراة دي 3-1 فأنا بالنسبة لي مباراة 27 نوفمبر 2020 هي المباراة المحببة لقلبي وبالتأكيد يا محببة لقلبي بيتسو مسماني خاصة أن بيتسو مسماني كان لقلبي تصريح مهم جدا قبل المباراة دي أنا مش هخسر تاني بنفس الطريقة من الزمالك فعشان كده أنا بالنسبة لي مباراة 27 نوفمبر لهم نوع خاص جدا لأن مسماني كان أكيد عليه ضغوط نفسية أكيد فريق هو عارفه كويس قوي وكمان الفريق عارف شخصيته عقلية مسماني فكانت مباراة صعبة التفصيلة اللي أنا بشوف أن مسماني شفت أنه هو أجاد فيها جدا فكرة الميرورينج لتاريت ريني فيلر بدل متولي حتى ربيعة بالضبط وكان عنده من الجرأة في الشخصية أن أنا ما عنديش مشكلة تماما أنه كون درس أنا تعرضت ليه أشوف أنه هو قد يكون فعلا السلاح الأفضل في مواجهة فريقي السابق كانت تفاصيل كبيرة جدا ومميزة جدا بذكريات بطولة هم حقق فيها النادي الأهل دور الأبطال نتمنى إن شاء الله بإذن الله مسماني يكتب تاريخ جديد ويكون البطولة الحداشر في وجوده لأن ده تارجت مهم جدا مع عديد من البطولات التنظرة جمهوري بإذن الله بس أنا أنا شايف برضي المباراة دي جاهدة جدا ولكن أنا بشوف براءة الاختراع في المباراة دي في مواجهة بيتسو مسماني في وقت ما كان مدير فن الجنوب أفراقيا أو سانداونز في جنوب أفراقيا كان براءة الاختراع لريني فيلر لكن في 27 نوفمبر 2020 هو عاد فكرة اللعب أمام نادي الزمالك بعد مباراتين كان شايف فيهم النادي الأهلي أفضل ولكن ما قدرش يحق النتيجة فكان عنده فلسفته إن هو يطلع بالنتيجة دي وهذه هي النهائيات وطبعا المباراتين أجاد فيهم بيتسو مسماني شوفوا لنا بقى حضراتكم شايفين أي مباراة بغض النظر عن المباراتين لو متفق مع مبارات سانداونز لو متفق مع مبارات الزمالك شاركونا على الهاشتاج 365 يوم مسماني